عالم الكتب أهلا بكم ولقاء جديد من عالم الكتب فيه زكريا تامر صاحب دمشق الحرائق في احتفالية بلندن فن أدبي بالغ الأهمية ولكنه عربيا يستخدم منقبل كثير من السرسارين ونوال السعداوي تحكي تجربتها مع الإبداع والتمرد أنا ربط بين القهر التبقي والقهر الجنسي الجسدي والقهر الديني وجولة مع أحدث الإصدارة في المكتبات لا ينسى كتاب العربية زكريا تامر صبي الحداد وأبرع من كتب القصة القصيرة بين أبناء جيله مولد زكريا تامر في دمشق عام 1931 والطر لترك دراسته مبكرا فعمل حدادا ونجارا وصحفيا لاحقا ثم أصبح واحدا من كبار لأدباء العرب ربما لا يوضاهيه في القصة القصيرة إلا الراحل يوسف إدريس ارتحل تامر إلى بريطانيا في عام 81 ومن أشهر مجموعاته دمشق الحرائق والنمور في اليوم العاشر وصهيل الجواد الأبيض عالم الكتب تابع هذه الاحتفالية التي كان ضيفها زكريا تامر المكان أحد متاجر الكتب الشهيرة في منطقة بيكاريلي وسط لندن المناسبة الاحتفال بصدور الترجمة الجديدة لمجموعة من قصص الكاتب السوري زكريا تامر عن مجلة بانيبال التي تعنى بتقديم الأدب العربي إلى قراء الإنجليزية تامر الذي يبلغ من العمر 84 عاما كان قوي الحضور والوضوح وهو يستمع إلى أسئلة الحضور وقراءتهم لقصصه المترجمة فن أدبي بالغ الأهمية ولكنه عربيا يستخدم من قبل كثير من السرسارين أنا أحب الاختصار يعني أحلم بأن ناقد عربي يقارن بين قصتين وهن قصتين متشابهين متشابهتين في الجودة ولكن يتنبه إلى عدد الكلمات إذا يعطي العلامة الأولى للقصة التي تستخدم فيها الكلمات بشكل أقل يعني أنا اخترت القصة القصيرة اخترتها عن عمل قرأت جيداً الرواية قرأت الشعار قرأت المسرحية تابعت الكثير من أفلام السيناريوهات واخترت القصة القصيرة وجدتها أن الشكل الفني المناسب لمخيلتي ولقدرتي على التعبير الآن يعني بعد عملي طويل في مجال القصة يعني أحس كأني مزارع عنده أرض لا يزال عم يشتغل بالمتر الأول من الأرض نذر زكريا تامر حياته الأدبية للقصة القصيرة ولم تغره الرواية كما فعلت مع كتب آخرين وانطوى أسلوبه على تكثيف شديد للحوار وتنوع واسع للزمن حتى ضمن النصوص القصيرة ورغم أن أعماله ترجمت للغات متعددة فإن استيعاب لغته ليس أمراً سهلاً كما تقول فلير مونتينيرو عن ترجمتها لثلاثين قصة قصيرة من أعماله حسيت أنه في شيء مميز في قصة الزكرية يعني هو أصلاً هداد يعني محنته في الدمشي كان هداد وأنا ظن في القصص نكتشف أنه في صدمات زي مترقة الهداد هو عالم الواقع وعالم الخيال في خليط بينها تدخل في عالم الخيال والفانتازية بدون ما تنتبه أو تنتبه وتزدم إتسمت نصوص تامر الكثير بتجاوزها لمفردات الواقع التاريخي واعتمادها لغة الحكي الإنساني والساخر أحياناً متحدياً عنصر الوقت وهو ما يزيد في قيمة هذه النصوص وكاتبها يعني الحقيقة بأي قصة تعتبر قبل 30 أو 40 سنة بسرني أنه تكون لحد الآن هي صالحة للقراءة خاصة أنا بعتقد أنه مشكلة الأدب العربي أنه الكتاب لا يفكرون بالزمن يعني القصة الجيدة التي تقرأ في سنة الخمسين 1970 تصبح غير صالحة القصة المكتوبة في السبعين في سنة الثمانين غير صالحة يفرحني كثيراً حين أقرأ قصة أنا كاتبها مثلاً بالستين يظن القارئ أنها مكتوبة الآن عندما بدأت الكتابة 1958 كان المديح منصب على الإسلوب واللغة وكل النقد ونقد قاسي جداً موجه لمضمون القصة بحجة أن هذه النمازج وهذا النوع من الحياة هذا غير موجود كان ينظر إلى قصص الأولى أنها تصور عالماً غير حقيقياً ورغم هجرته إلى بريطانيا منذ حاولي 35 عاماً فلا يزال تامر مشغولاً بما يحدث في سوريا ومتابعاً لتطوراتها السياسية ما هو خطر في سوريا الخطر الأول يأتي من الجيش السوري الجيش العربي السوري هذا هو الخطر الأول على سوريا حين نتخلص من الجيش العربي السوري الذي هو مختص بالقضاء على الديمقراطية يعني حين احتفلنا بجلاء الفرنسي عن بلادنا لم يدم فرحنا سوى ما يقارب السنة أو سنتين ثم أتانا الجيش العربي السوري الباسل بسلسلة انقلابات انتهت بآخر انقلابات انقلاب حافظ الأسد ولا يمكن يعني أنا بكل تعليقاتي هذا نظام ديكتاتوري بدك تهاجم نظام السوري بدك تهاجم قوتين الرئيس والجيش عرفت الدكتورة نوال السعداوي عربيا وعالميا بنضالها من أجل حقوق المرأة ضمنت ذلك في معظم كتاباتها السياسية والإبداعية وإلى الحد التي جلب عليها بعض الانتقادات في الشهر الجاري صدر بالانجليزية مجلد جديد لأعمال السعداوي في لندن بعنوان الإله يموت على ضفاف النيل God dies by the nail إضافة إلى روايات أخرى وأثناء وجودها في لندن كان لنا هذا اللقاء معها أهلا دكتورة نوال أهلا بك بداية يلاحظ القارئ أن جل كتاباتك كانت عن المرأة وعن الجنس وعن تحرير المرأة ونضال المرأة لماذا قرارتي منذ البداية ربما أن تحبسي نفسك في هذا القالب أنا لم أحبس نفسي وإنما الإعلام هو الذي حبس نفسه في المعلومات الخاطئة عني أنا لم أكتب عن الجنس فقط ولكن أهم شيء بالنسبة لي ككاتبة أولا أنا طبيبة وروائية فأنا ربطت بين القهر التبقي والقهر الجنسي الجسدي والقهر الديني والقهر العنصري والقهر التاريخي للنساء والفقراء في الشرق والغرب في العالم فأنا لم أكتب عن الجنس فقط لم أقول ذلك ولكن من المؤكد أنك ربطت بين المرأة كجندر كجنس في النهاية وبين معاناتها في العالم الثالث وفي المنطقة العربية تحديدا هذا صحيح لا أنا تكلمت عن المرأة في العالم لأن قهر المرأة نعم القهر بسبب النظام التبقي الذكوري الأبوي هو عالمي المرأة مقهورة في إنجلترا ومقهورة في أمريكا ومقهورة في الصين واليابان وفي بلادنا العربية فأنا ربطت بين العالمي والمحلي والعربي وربطت بين الاقتصادي والجنسي هذا لب كتاباتي سواء في مجال الرواية أو الدراسات العلمية أو أي شيء ولكن هناك من يقول أيضا أنك تنتمين إلى جناح المتطرف في الحرقة النسوية وأن هذه الفكرة ربما تجاوزها الزمن قليلا هناك من يدعو إلى النضال المشترك وليس على نضال الهوية سواء كانت الهوية النسوية أو الإثنية أو العرقية أنا من أوائل من نقهد ما يسمى الهوية أو النضال من أجل الهوية يعني أنا دائما كنت حتى أقول أنا هويته ليست المرأة لأني لا أقسم البشر حسب الأعضاء الجنسية وإنما حسب العقل كيف تفكر وليس هل أنت ذكر أم أنسك وكنت بربط دائما بين النضالات فاللي أنت بتقوله ده عكس ما فعله طب ولكن دكتور نوال ألا ينطوي مفهوم راديكال فامينازم أو النسوية المتطرفة إذا جازت الترجمة على نوم يعني إقصاء الرجل أو إدخاله بالضرورة في معسكر العدو أو الخصم غير صحيح أنا لحينما أنشأنا تضامن المرأة العربية في بداية التمانينات كان أربعين في المئة من الأعضاء رجال وشباب وفي مصر الآن الشباب الرجال أكتر من النساء فيما يسمى ملتقنا والي السعداوي أنا عمري ما فصلت بين نضال النساء والرجال وطول عمرنا نضلنا معا رجال ونساء ولكن هذا لا يمنع من العقل النقدي لموضوع الأبوية والذكورية ويقوله فكر متطرف لا الراديكال ليس متطرف الفكر الراديكال هو فكر جذري يدخل إلى جذور المشكلة وليس التطرف فيه فرق كبير بين التطرف وبين الراديكال اللي هو جذري تفكير جذري لأنه يذهب إلى التاريخ فأنا تفكيري جذري لأنه يدخل إلى جذور المشكلة وليس متطرف طيب دكتورة نوال ترجمت كتاباتك إلى أكثر من 35 لغة كيف ترين وضع المرأة حاليا في العالم العربي بعد هذه السيرة الطويلة من النضال من أجل حقوق المرأة لا يمكن أن تتحرر المرأة في مجتمع طبقي أبوي رأسمالي ولا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية حقيقية في مجتمع طبقي أبوي رأسمالي ديني نحن نعيش في عالم واحد وليس ثلاثة عوالم وفي مظاهرات في أمريكا اليوم النهاردة 24 أكتوبر أو 25 في مظاهرات اليوم ضد النظام العنصري الطبقي الأبوي في أمريكا ومظاهرات في العالم زي المظاهرات اللي حصلت ولو ضيقنا الحلقة قليلا وأسألتك عن حال المرأة المصرية والعربية هناك من يرى أن المرأة حاليا وبخلاف ما كنت تنادين به قبل خمسين عاما باتت تقبل ما كانت ترفضه في ذلك الوقت حصل ردة إلى الوراء تتفقين في ذلك طبعا الردة دي في العالم محصلت عندنا طب لماذا؟ طبيعي لأن النظام يقاوم نهضة النساء والفقراء النظام الاجتماعي النظام التبقي الأبوي الاجتماعي الاقتصادي السياسي لنفس المجتمع عن السياسي لا أقصد يعني ليس النظام السياسي النظام السياسي لا أنا أتكلم عن النظام السياسي لأن النظام السياسي هو القوة التي تحكم النظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي والنظام الثقافي والديني السياسة هي كل شيء السياسة هي التي تحكم النظام هي التي تحدد أنفسهم طب نحن نتحدث أيضا هناك ظاهرة يعني تتداولها الأخبار بين الفينة والأخرى عن ما تتعرض له بعض النساء في مصر من تحرش لدرجة أن أحيانا الوصف يفوق الواقع أحيانا يعني باعتباري أنني قادم من مصر ولكن أنا تلاحظي مثلا أن المرأة في مصر باتت تجنح أيضا للاعتزال الرجل وأن تتجنب خوض النضال المشترك كما حدث في جيليكي وربما حتى بداية السبعينيات تعتزل المرأة بالعموم يعني تبعد يعني أولا أنا عاوز أقول الحجاب ده رمز سياسي لتيار إسلامي ديني تم تشجيعه منذ السبعينات في ظل نظام السادات ريجان لنفس الحجاب المرأة ونقاب المرأة والظاهرة الجديدة بتاعة داعش والقاعدة وما إلى ذلك دي كلها ظواهر سياسية وليست مجرد ظواهر خاصة بالمرأة دي ظواهر سياسية دائما أنا أقول جوش بوش وبن لادن توأم أوباما وداعش توأم فالحجاب ده نتيجة لهذا النظام السياسي الكبير الاستعماري العالمي لا يمكن نفسه يعني الحجاب مش مشكلة مش مشكلة إسلامية أو مشكلة عربية أو مشكلة خاصة بالمرأة إنها بتفضل أن تتحجب أو بتحب تغطف عربات خاصة في المترو غير صحيح غير صحيح النظام السياسي يفرض عليها هذا بعتبر أن الأصولية ذاتة بعد عالمي يعني ليست قاصرة على دين فقط دين واحد أو مجموعة واحدة الطيارات الأصولية في جميع الأديان مش بس الإسلام في البوزية واليهودية والمسيحية وعالمية هي ظاهرة طيب ولكن كمفكرة أيضا لماذا تتخذ الأصولية يعني بعدا أكثر وضوحا في العالم العربي والإسلام بسبب الاستعمار ليه بقى؟ لأن الاستعمار البريطاني الأديم فلسفته فرقت سد ووجد أن ورقة الدين ورقة رابحة جدا لتقسيم الشعوب يعني الاستعمار البريطاني هو أول من عمل فتن طائفية في مصر بين الأقباط والمسلمين رغم أن ما تقولينه ربما الجزء التاريخي يثبت أن المصريين تحت الاستعمار لم يعرفوا الهوية الطائفية التي عرفوها في السنوات الخمسين الماضية غير صحيح يعني غير صحيح أنا عندي مشكلة في الإعلام فترة شبه الليبرالية التي شهدت صعود مكرم عبيد باشا إلى سكرتير عام حزب الوفد وشهدت سلامة موسى وغيرهم كثيرين في مصر لم تكن ذاتها توجه طائفي حكومة الوفد بالتحديد ما كانوا بيحاربوا الإنجليز أنا بكلم على الاستعمار البريطاني مش على حزب الوفد يعني الاستعمار البريطاني هو الذي أوجد الفتن الطائفية في بلدنا والاستعمار الأمريكي هو الذي أوجد داعش والقاعدة وبوكو حرام والطالبان فإذا لابد أن نربط والحجاب لازم نربط قضية المرأة وتحجبها وقهرها بالنظام العالمي اللي موجود الاستعماري الرأسمالي الطبقي الأموي لأن بدون هذا الربط سنفقد البصلة ولا نعرف كيف نحارب يعني أنا ما أقدرش حارب من أجل تحرير المرأة إلا إذا فهمت ذا طب الدكتورة نوال قد يقول يعني قال إن الهويات والحجاب هنا ربما يكون تعبيراً عن الهويات أيوة والحجاب قد يكون تعبيراً عن هوية ليست مرتبطة بالنظام الرجعي يعني هناك مسلمات تعيشنا في الغرب وفي أمريكا واخترنا ارتداء الحجاب باعتبار أن هذه هي مسألة هوية ده هذا جهل منهم بكل أسف الحجاب دليل العبودية لا بد أن ندرس متى بدأ حجاب المرأة في التاريخ لازم نعرف فالمرأة الأمريكية أنا عاشت في أمريكا وأوروبا المرأة اللي بتلبس حجاب بتكون وقعت في حب رجل مسلم وتريد أن ترضيه فتلبس الحجاب ليس بالضرورة يعني هناك أساتسات جماعات وطبيبات هنا في الغرب ولا يحبون رجال المسلمين وألبسون الحجاب تعبيراً عن هويتهم نعود هنا ده غلاط نعود هنا إذا كان هذا رمز لانعتاق الهوية أو تعبيرها عن نفسها لا علاقة لها بالهوية الحجاب رمز عبودي سياسي لقهر المرأة لقهر المرأة زي الختان أنا بربط بين ختان المرأة وحجابها كل دي زواهر منعكسة من النظام السياسي بس هذا الربط قد يبدو لبعض غير صحيح لأن الختان قد توقف في كثير من العالم لكن الحجاب لم يتوقف يعني هناك دول حقاقت تقدمها اقتصادياً لا بأس به مثل تركيا في النهاية وهناك عودة لما يسمي بالهوية الإسلامية لماذا هذه العودة؟ لماذا؟ لماذا هذه العودة؟ لابد أن نعرف لماذا يا دكتور؟ لأنها في صالح الاستعمار وتفتيت الدول العربية وغيرها بالدين ورقة الدين رابحة جداً نتحول إلى جزء آخر من ذلك هو ارتباطك بالحركة العالم الثالثية وأنتم كنتم تدافعون يبدو أن العالم تحول وأصبح قباً واحداً وضاعت هذا التيار الذي كان يوصف بالتيار التحروري يوماً أين هو مصير حركة التحرر اليوم؟ تحرر؟ أي تحرر؟ التحرر السياسي والتحرر الاجتماعي عندما كنا مثلاً أو كانت ترتبط كتاب آسيا وأفريقيا واليسار المصري والعالمي أين هو اليوم على الساحة؟ بكل أسف اليسار يعني فشل كبير جداً في بلدنا وفشل هنا حتى في إنجلترا يعني توني بلير شوف ده مش كان يسار وكان حزب عمل شوف ماذا فعل في العراق وكده وغيره يعني دلوقتي انكشف مسألة اليسار واليمين والحاجات دي كلها يعني لابلز أو أسماء فالمشكلة كبيرة في العالم أن ننتصر طب ما هو الخيار أمام المظلومين حاليا؟ التضامن العالمي والمحلي التضامن لأن الرأسمالية الشرسة نحن نعيش في عصر الرأسمالية الشرسة اللي تسع واحد في المية يملك كل شيء وتسع وتسعين في المية لا يملكون أي شيء وده كاش الشعار بتاع حركة احتلوا وولستريد الشارة نعم أيوة وده في العالم كله إذا كان في أمريكا نفسها إحنا عندنا نفس الشيء الأقلية تملك كل شيء والأغلبية لا تملك شيئاً طيب دكتورة نوال يعني عصرتي أحداثاً مهمة يعني على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي في مصر أي مرحلة تشعرين بالحنين لها عندما تفكرين في سيرة نوال السعداوي؟ يعني أنا حنيني دايماً إلى الطفولة يعني أنا طفولتي كانت خصبة ثورية ودائماً أقول أنني لم أكتب الكتاب اللي كان في دماغي منذ كنت طفلة فأنا عندي حنين جداً للطفولة ولكن عندي حنين أيضاً للمستقبل لأننا متفائلة بطبيعتي والأمل قوة وأنا أعتقد أن المستقبل سيكون أحسن من الماضي والحاضر وهل نوال السعداوي لا تزال متمردة أو ستكون أكثر تمرداً؟ أنا كلما كبرت في العمر أثبت تمرداً وصورها شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً أنتم مع عالم الكتب يأتيكم عبر أثير بي بي سي العربية وموقعنا على الإنترنت بي بي سي أرابيك دوت كوم والآن إلى جولة سريعة مع أحدث الإصدارات في المكتبات عند نشر جامعة برينستون صدر كتاب بعنوان يوروبز أورفن أو يتيم أوروبا مستقبل يورو وسياسات الدين لمؤلفه مارتون ساندو الكتاب جادل بأن الأزمة في منطقة اليورو لا تتطلب المزيد من الإصلاحات الجوهرية وأنها لم تكن نتاجاً لتصميم النظام النقدي الأوروبي بل نتاج اقتصادات وطنية وكان يمكن تجنبها عن دار في إبري صدرت رواية بعنوان The Little Redditchers أو المقاعد الحمراء الصغيرة للمؤلفة إيدنا أوبراين جوهر الرواية هو المعاناة الإنسانية تحت وطأة العلامة وهو ما ترويه الكاتبة في أسلوب سودوي تختلط الأسطورة فيه بأحداث الحياة المعاصرة في مدن حقيقية عن دار نشر عين بالقاهرة صدر للكاتب الأردني هشام بستاني كتاب جديد بعنوان مقدمات لا بد منها لفناء مؤجل الكتاب يصطر في شعرية نثرية لحكمة موروثة عن الحياة والموت يقول بستاني عنه إنه يحاول تقديم نوع من الصفعات لقارئ قد لا يرى العالم بمآسيه وإشكالياته وفضاعاته المعاصرة وعندرتب قال المغربية صدر في سلسلة دفاتر فلسفية كتاب بعنوان في المنهج لمؤلفيه حنان قصبي ومحمد الهلالي يقتبس الكتاب عنوانه من الوصف الذي التقديم اشتركوا في القناة